طيب نبتدي أخبارنا مع حضراتكم بقى وهبتدي مع خليني أقول قبل الأخبار بس نحن معنا إن شاء الله النهاردة خلال الحلقة نجومنا طبعا نجوم السلة محمد الجرحي وإيهاب أمين الحقيقة عملوا يعني مجهود رائع في مباراة مبارح وهيكونوا إن شاء الله معنا النهاردة ضيوف في الحلقة نحتفل بقى نحتفل بالإنجاز الكبير ده طبعا لأبطال السلة إن شاء الله على مدار الحلقة النهاردة كوارت الرابع عالمي يعني مبارح الحقيقة المطش كله في حتة وكوارت الأخراني في حتة تانية خلص ورجالة الأهلي وتحديدا كمان يعني أنا الحقيقة لسه كنت بكلم مع زملاء في المحطة هنا إنه دي لحظات الفرحة لكن أنا أهم من لحظات الفرحة دي الديئتين المئة عشرين ثانية الأخرانيين يعني مش ممكن الإصرار ومش ممكن الروح ومش ممكن العزيمة قول زي ما أنت عايز قصة تدرس ثقافة الأهلي بتتلخص وروح النادي الأهلي بتتلخص في المئة عشرين ثانية الأخيرة في العمر المباراة يعني أنت متأخر أي فرقة تانية أو أي جمهور تاني طبيعي جدا يحس إنه المباراة دي خلصت من بدري وإنه الأمل فيها ضعيف وكل ما بتقرب كل ما جرعة الأمل عندك بتقل كتير جدا وروح اليأس ممكن تتصرب ليك لكن اللي تشوفه من رجالة الأهلي مباراة لا الناس دي بتلعب لآخر ثانية وجواها يقين حقيقي إنه المطش بتاعها وجواها يقين حقيقي إنها هتتوج يعني مية عشرين ثانية بصراحة أكتر من رائعة زي ما كنت بكلم كده على أربعة وتمانين خمسة واربعين القضية ممكن انباراة الحقيقة نموذج تاني للإصرار والتحدي والعزيمة مبروك أبراج النادي الأهل